السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك وكل عام وأنتم بألف خير كما وعدتكم من قبل اليوم سنناقش موضوع الثاني باكالوريا 2015 مادة هندسة الكهربائية سوف أجيب على كل الأسئلة باستثناء السؤال الأول فهو سؤال كلاسيكي نذهب إلى سؤال رقم الثين في سؤال رقم الثين طلب منا رسم متمن لأشغولة سد والسحب أشغولة رقم أربعة كما ترون أعدت رسم لكم المناولة هيكلية وبدأت بأشغولة ثلاثة لماذا؟ لأن أشغولة ثلاثة لديها علاقات أشغولة أربعة لاحظوا أن المناولة هيكلية فيها المرحلة الابتدائية بعد نهاية أشغولة ثلاثة لاحظوا ما الذي يحدث نحاكي الأشغولة رقم ثلاثة أولا عندما يأتيها نداء عندما تنشط أشغولة ثلاثة تعطي نداء لون الأحمر يعني شرط محقق لون الأسود يعني شرط غير محقق في مثل هذه الحالة X31 خاملة لأن مرحلة ثلاثين نشطة وشرط غير محقق وبالتالي يجب أن يكون إذن بالتشغيل الآلي من متمن قيادة والتهيئة وفي النفس الوقت SPSP يبين أن حامل رافعة في الموضع B عند تتحقق الشرط ثلاثة تنشط مرحلة 31 وبالتالي فالأول هو CZ أي خروج ساقة رافعة لذلك غاية ضغط على C1 بعدها ماذا تلاحظون تنشط مرحلة 32 VZ وهو عبارة عن مصاصة ثنائية الاستقرار في هذه الحالة VZ تمسك بالسدادة معها زمن تأجيل فيبدأ زمن تأجيل واحد ثانية وعند انتهاء واحد ثانية تلاحظون تنشط مرحلة 33 أي دخول ساقة رافعة وحمل السدادة إلى غاية الضغط على ملتقة C0 بعدها عند الضغط على C0 بعدها يدور المحرك M3 اتجاه عقارب الساعة ويتحكم في دورانه الملامس كM 3 وإلى غاية الضغط على SF عندما نضغط على SF يعني أنه رافعة في موضع F بعدها تنتهي الأشغول الثلاثة بمرحلة الانتظار حيث مرحلة الانتظار 35 تعطي الجواب الأشغولة أي أنها انتهت وبعدها تخمل أشغول الثلاثة وتنشط بالطبع أشغولة 4 لاحظوا في أشغولة 4 كيف أصبحت مناولة الهيكلة لذلك لا تتسرع في المتمن نذهب إلى أشغولة 4 أولا عند تنشط أشغولة 4 تعطيني دا إكس 4 وكذلك أمر بإنتاج الآلي من متمن قيادة والتهيئة وكذلك S F الذي يبين لنا بأنه رافعة في موضع F وكذلك S CUT الذي يبين لنا العلبة موجودة لوضع فيها القارورات ثم لاحظوا لم أضع S 2 لماذا لم أضع ملتقة S 2؟ لأن ملتقة S 2 موجود في الأشغولة 2 موجود في المتمن أشغولة 2 أي أن أشغولة تقديم القارورات هي أشغولة رقم 2 وحدها عند تحقق الشروط الأربعة أول فعل هو خروج ساقة رافعة C زايد وهنا تتم عملية غلق القارورة تلاحظون أن سدد موجود في ساقة رافعة عندما تنزل ساقة تغلق القارورة إلى غاية الضغط على ملتقة C 1 بعدها يبدأ زمن تأجيل وزمن كافي للغلق سفة ثانية 1 ثانية 2 ثانية بعد انتهاء زمن تأجيل تدخل ساقة رافعة وتحمل معها القارورة مع السدد عند ضغط على C 0 يتم تدوير محالك في الجهة العكسية من مسؤول عن تدوير محالك في الجهة العكسية كM 4 إلى غاية الضغط على ملتقة S G الذي يبين لنا أن رافعة في موضع G أين توجد علبة القارورة إلى غاية الضغط على S G بعدها تنشط V ناقص أي تترك القارورة والسدد وهي ثنائية الاستقرار مع زمن تأجيل الكافي للترك وهو 1 ثانية بعد انتهاء زمن تأجيل يستمر المحارك في الدواران في الجهة عقارب الساعة ورجوع إلى حالة الابتدائية وذلك في موضع B و S B هو الملتقط يوضح لنا أن رافعة في موضع B وبعدها تنشط مرحلة 47 وهي مرحلة الانتظار التي تعطي الجواب لأشغولة 4 بأن الأشغولة انتهت وبعدها تخمى الأشغولة 4 ويأتي شرط X 4 يعني أن غياب ندال الأشغولة 4 وفي هذه الحالة تنشط الأشغولة رقم 5